اشتركوا في القناة والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك منوها جلالته بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة كما أثناء جلالته على ما يبذله الفريق بحري جيمس ملوي خلال فترة عمله من جهود طيبة أسهمت في تطوير وتنمية التعاون البحريني الأمريكي لا سيما في الشؤون العسكرية والدفاعية وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية ونوها العاهل المفدى بهمية الدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام العالمي وتقديرا للدور الكبير الذي يقوم به الفريق بحري جيمس ملوي قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية المشتركة في دعم روابط الصداقة والتعاون المتميزين بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات فقد أنعم جلالة الملك المفدى حفظه الله أنعم عليه بوسام البحرين من الدرجة الأولى من جانبه عرب قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على منحه هذا الوسام واعتزازه بجهود جلالته في ترسيخ أواصر العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين الصديقين وأشهد بالدور المحوري لمملكة البحرين كشريك مهم في دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام الأقليمي ترجمة نانسي قنقر